أهلا بكم مشاهدين التخطيط لتصعيد القتال الأمريكي في العراق والإعداد لحملة تهدف إلى تدمير كتائب حزب الله أوامر واضحة وجهها البنتاجون الأمريكي للقيادة العسكرية الأمريكية الأسبوع الماضي مستغلا انشغال العالم بمحاربة فيروس كورونا مقال مطول لصحيفة نيويورك تايمز نقل عن مسؤولين أمريكيين فحو توجهات البنتاجون وقدت بوضع استراتيجية من أجل تفكيك عملية كتائب حزب الله في العراق على أن يكون أعضاء حرس الثورة الإيرانية أهدافا مشروعة إذا كانوا موجودين مع مقاتلي كتائب حزب الله الصحيفة نقلت كذلك عن مسؤول عسكري أمريكي كبير قوله إن وكالات الاستخبارات العسكرية الأمريكية كشفت عن دلائلة على أن هجمات كبيرة قد تكون قيد التنفيذ تشمل قيادة كتائب حزب الله وقواعدها ومستودعات الأسلحة فضلا عن مجموعة واسعة من صواريخه واضفت الصحيفة أن الحملة الموسعة قد تعمل على ضرب أهداف لكتائب حزب الله عبر مساحات واسعة من العراق وسوريا وربما لفصائل أخرى في البلاد تتماشى مع كتائب حزب الله تعليمات البنتاجون لاقت بحسب الصحيفة ردا حادا من قبل القائد العسكري الأمريكي في العراق الجنرال روبرت وايت الذي حذر من أن حملة مثل هذه ستكون دموية وستتسبب في نتائج عكسية وتؤدي إلى حرب مع إيران وقد تخالف الاتفاقية الحالية مع الحكومة العراقية التي يسمح بموجبها للقوات الأمريكية بالعمل في البلاد رد وايت يصب في سياق الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية بين من يدفع لإجراءات عدوانية جديدة ضد إيران كوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ومن يعتبر أن أي تصعيد مع إيران سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط كوزير الدفاع مارك أسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مالي هذه الحملة بحسب الصحيفة من المرجح أن تضع القيادة العراقية ولسهما الجيش في موقع المضطر إلى الاختيار بين الأمريكيين أو الإيرانيين ناقلة عن مسؤولين أمريكيين أن من المرجح أن تستدعي أي حملة ضد كتائب حزب الله جنودا من السبعين ألف جندي المنتشرين حاليا في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى اشتركوا في القناة